بحث صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والقضايا الراهنة خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة آخر المستجدات في المنطقة وبشكل خاص تدخلات الإقليمية وأضرارها على أمن واستقرار البلدان العربية إضافة إلى سبل محاربة التطرف والعنف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله ومنابر أفكاره وأيدولوجيته وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتومة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقتها الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية امتداداً لما تتمتع به من قوة ورسوخة كما تناول اللقاء أهمية وصلابة التنسيق الإماراتي المصري مع بقية الدول الشقيقة في المنطقة والذي أثبت فعاليته في مواجهة الأزمات والتحديات غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتدمير مقدرات ومكتسبات دولها وشعوبها وفي مقدمتها التدخلات الإقليمية في شؤون دول المنطقة إضافة إلى الإرهاب والعنف والتطرف والقوة الداعمة لها وأكد سموهما موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والراسخ في دعم الشقيقة الكبرى مصر واعتبرا أن أمن مصر واستقرارها من أمن كل العرب واستقرارهم كما جدد سموهما تضامن دولة الإمارات مع شقيقتها مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب ودعت جانبان في ختام لقائهما إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول التي تواجه الأزمات وصون مقدرات شعوبها وتمكين مؤسستها الوطنية للضلاع بمسؤوليتها في حفظ الأمن والاستقرار ودعم التنمية والبناء والتطوير فيها وشدد على أهمية التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية في التصدي لآفة الإرهاب والتطرف خاصة فيما يتعلق بوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومدها بالمقاتلين والأسلحة وتوفير الملاذ الأمني والغطاء السياسي والإعلامي لها وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى البلاد في زيارة عمل وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي وصفح ضيف البلاد كبار مستقبليه في قاعة كبار الزوار يتقدمهم سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسمو الشيخ طحنون بن زايد الانهيان مستشار الأمن الوطني واسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسمو الشيخ حامد بن زايد الانهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي واسمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتومة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان الوفد المرافقة للرئيس المصري والذي ضم معالي سامح شكري وزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين شكرا